البيان من شركة تذكرتي شركة تذكرتي تكذب ما نشر بجريدة المصر اليوم حول أسعار تذاكر تامر حسني في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار وبيع تذاكر حفلات وفاعليات مهرجان العالمين عشرين تلاتة وعشرين والذي يقام بمدينة العالمين الجديدة انتشرت بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أول حفلات الموسم وهي حفلة الفنان تامر حسني وتم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي حيث نشرت جريدة المصر اليوم والتي نقول لك هنا نص البيان والتي لم تراعي الدقة في النشر أن سعر التذكرة في الفئة الأولى هو خمسة وسبعين ألف جنيه مصري وهو ما يخالف الحقيقة حيث أن السعر الرسمي هو سبعة تلاف وخمسمية فقط لا غير ما بين قصين يعني عشر المبلغ وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة هو سعر عشرة أفراد من الفئة الأولى وليس الفرد الواحد كده ينتهي البيان بتاع شركة تذكرتي تذكرتي إيفانس ترجمة نانسي قنقر